قديش قلنا القيمة تسويقية متعليل العبدي 1.5 مليون دور على أقل بش تتناسب الناس نبدأ الزيارة لأده رئيس الجمهورية البيرة حلويلية سفيقس المستشفى الميدانية البيرة علي بن خليفة و سفيقس كذلك سفيقس هذير الاسبيتار عايتولو هما سبيتار شن وهكا عايتولو دايور فما حاجة تجلب الانتبي حتى التسمية تشوفوا بالصينية مكتوبة و بالعربية اليوم أنا سؤالي أنه الرئيس يقوم بالزيارات هذية حاجة مهمة قلنا معناتها أنه الاهتمام في أعلى هرم السلطة قطاع الصحة سفيقس بيرعلي بن خليفة يعني إيقافات تقريبا 14 و 15 إيقاف مهدي في علاقة بمستشفى بيرعلي بن خليفة اليوم السؤالة الأصبح الحل عند المؤسسة العسكرية مروين شوفنا ما لا أستسيغ التعويل على المؤسسة العسكرية في أشياء من النوع ذاية معانتها في الهيكل كما تقال البارح وهذا ما هو موجود أيضا في العقيدة بتاع الجيش الوطني التونسي من المحمول عليه معاضدة مجهودات المنظومة المدنية في أشياء معينة ولكن مش محمول على المؤسسة العسكرية أنها تاخذ على عاتيقها مسائل من النوع ذاية معانتها توفير الصحة لأكثر ما يمكن من التونسة روما هوش خدمة الجيش خدمة الجيش بش يعملك مستشفى ميداني لمدة معينة لأنه فما ظرف يخص مستشفى بيرعلي بن خليفة أو غيرها هذا على الرأس العين ويقوم به الجيش الوطني من قبل وعنده فيه الثيقة التامة وشفنا أنه تم وضع المستشفى الميداني هذا في أوقات قياسية وتوتى في أوبراسيونيل وأموره منظمة ولكن ما ينجمش يكون هذا حل دائم لمسألة الصحة في بيرعلي بن خليفة أو غيرها هذا يجي فيه مساندة الوقت اللازم باش نحلوا المشكلة الأصلي فيما يخص المستشفى هذي فأكثر من أنه ما نصورش وأنه نجمه نطلبه من الجيش أكثر من أنه يساند المجهودات المدنية بطريقة يعني مؤقتة وبطريقة ظرفية في مجالات معينة هذا مش كل شيء هذا من ناحية من ناحية أخرى الحاجة الأخرى الباهية هو أنه هذا يخل مبني على وعد كان قام به رئيس الجمهورية في زيارته الأولى لبيرعلي بن خليفة وين عدد من المواطنين اللي مش بعيدة وقت اللي كان فيه علاقة بزيارة تيظهر اللي هنشير شعال أو نفيذة بببط فوقتها كان وعدد من المواطنين حكاولي رئيس الجمهورية على مشاكل الصحة ومسألة تثبيتها ومسألة كذا وتحركت يعني الماكينة متع الدولة والماكينة متع الجيش خاصة باش نحلو باش يتم حل المشكلة هذية ولكن ما لازم ناش زادة أيضا يغيب علينا اللي رانا نحكيه على حل ظرفي هو حل ظرفي ممتاز صحيح خاصة وأنه كما اللي شفنا مروين والصور اللي هو فيه كل الاختصاصات المستشفى الميداني هذي صحيح وفيه إطارات صحية عليا معده صحيح فما كل شيء فيه فيه كل مستلزمات كل المستلزمات وفيه الإطارات متع للصحة العسكرية بطبيعة الحال ولكن هذي كما قلت ما يزموش غيبة علينا أنه رانا نحكيه على حل ظرفي لوضعية معينة وفي الأثناء كل المشاكل اللي طبعا نسميه فيهم تحديات بش ما نقولوش كلمة مشكلة اللي خصوا الصحة التونسية على المستوى الهيكلية وعلى المستوى المركزي والجهوي والمسائل هذي كلها مزلت مطروحة فما زادة كلمة اسمعتها البارح من عند رئيس الجمهورية اللي حكيه على ضرورة إيجاد يعني إطار تشريعي جديد لتحفيز الأطباء إن شاء الله ما يكونش هذيها في يعني نوع من الموافقة على مشروع القانون اللي اللي شوفناه هم بتاع هروب الأدمغة إن شاء الله اللي معانتها كي تقول لابد من حاجات تحفيزية للأطباء وشوفنا ردود فعل عديد الأطباء الشبان اللي تغاضوا من هذا المقترح بالضبط إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذي تحفيزي للأطباء إن شاء الله زادة على المستوى التشريعي يكون فما يكون فما يعني قراءة متأنية أكثر وحكيمة أكثر من اللي قاعدين من اللي قاعدين نشوفوا فيه وتاخذ على عطقها الدولة تونسية من أنها تحذر هذا الإطار التشريعي التحفيزي نعود نقرأ شنو اللي جاي في الصفحة الرسمية لرئيسة الجمهورية دونك إذن كما كنا نحكي وتحول رئيس الجمهورية إلى مدينة برعيب أخليفة كما قلنا زار هذا المستشفى الميداني اللي كان إذن تركيزه وفانتظار أشغال إصلاح المستشفى بالمدينة المذكورة ومهدي كما قاعدين نقرأ والاحتفاظ بأربعة شخص على خلفية تعط المشروع هذا المستشفى اللي نجرع ليه في مستشفى ميداني ونذكروا ليه زادة رئيسة الجمهورية عليش مشاه للمستشفى العسكري بسفيقس خاطر تم الإيواه فيه عدد من المرضى اللي جابوهم المستشفى هذي شاكر اللي فهمه جنيح منه قريب شتيح دونك هذون المستشفى العسكري هذي هي الوضعية مختلفة هي وضعية خطاء الصحة في وليه تسفيقس خاصة وصفيقس رأي معناها من أكبر ولاية الجمهورية معناها وبوتنسيال تعباد كبير من الندقات نتسائل كيفيش معناها يسفيقس فالوضعية دي كالمحال هو توكل مدن الجمهورية وليه في الوضعية الصحية اللي نشوفو فيها وضعية المؤسسات الصحية متاح سؤال كنتي ترح تقول تيزم مؤسسة العسكرية لا يزم عقلية انضيبات عسكرية الحل في عقلية انضيبات عسكرية لدى الإدارة التونسية رو كنتحثوا على 14 إيقاف من بينهم زوز مديرين جيهويين وعدد من المهانسين تسائل هنا المطروح نعود نرجع نفس ويلتا متاع متاع الصناد اللي في سوسل سيتوتان كونبلو معناها تلقى حدد كبير متاع الناس معناها اللي ضال يعين في عملية الفساد هذي يعني وريك انو حجم الفساد كيوصل في البلاد هذي وصلنا معاش واحد طرف ومعين يعمل اختلاس لليه ولت معناها ولت معناها وفاق وفاق متاع الناس قاعدة تتلاعب يعمل اموال الدولة وبالمال العام وبصحة البلاد وانا العباد وصفقات عمومية هذي يا راوي خلين جيز هذي في ترصفقة عمومية يعني هنا تسائل المطروح معناها الحجم المهول عليش قلتك يا راوي في وقت من الوقات احنا لعشرة سنين ليش في نمرة وصلنا الفساد ومسيطر على الدولة معناها وقت كانت الدولة معناها حجم الفساد ومسيطر عليه اليوم اصبح الفساد ومسيطر على الدولة وبالتالي الحرب الحق رايش عويك ينقولوا الحرب على الارهاب والفساد يعني هنشوفوا شوه مشاكل البلاد السية معناها لو نتخيلوا انه الفترة اللي تالت تالفين وحداش كانت فما شفافية في الحاكمة وكانت الممور معناها تتعات الناس كل تخدم بمنطق معناها المسحة الوطنية وكانت المشاريع هذي نتحطوا عليها تتمت في كنف معناها النزاهة والشفافية ما هالبلاد رايش في حواضحية اخرى معناها حجم المبالغ اللي خذيتهم الدولة هيبات او قروط تلت عشر سنين والمشاريع اللي كانت مرسودة والأموال خاصة المرسودة التوريطة تتحط على المستشفى البيحيدة خطأ خذيه وشنوة بنيه والصين هي اللي خذيته معناها هيبه الدولة التونسية ديك عليش كمال في أجال قاسيرة وفي أحسن الظروف واليوم هؤلاء يلتجوا حتى يهزوا من أحسن المستشفى الموجودة الخطر ما ماخدهوش ماخدهوش معناها كادر تونسي ما ماخدتهوش شركة تونسية ها شفت للأسف وبالتالي نحن اليوم تسيل كبيرا نعاود الركز راه وفما تزوز خلال الكبير هو اللي خلينا في الوضعية نقضوا بعد نحلوا في الأرقام وعليش الدولة تمشي للضغوطات الجي بائية اللي تتعم فيها تي ما تسلسل تهاشية هو تي فا ما تسلسل ما نحبهو نحن تعالش نعملو نقطعوا الأسياء الأسباب ونحكيو على الواقع اللي نعيشو فيه وشنو الحلول تهي خلول نسموه ونبنيو على الأسباب بش نجم ونعالجو رأوا أول حاجة ما تنجم تبني لا اقتصاد ولا تطور اقتصادي ولا نحكيو على 3% معناها نسبة نمو ولا تحكيها شي ما دام انتي عندك عقلية كاملة تخرب لك أي نشاط كما حكينا شركة النقل رو مشكي ترد الأسعار بـ 50 و60 دينار ما دام فما فساد ينخر مؤسسات العمية متاع النقل ما دام روزايد بش تقعد تتحسن وتتصلح لأنه بش يقعد مهما ترفع في الأسعار كيف كيف فهذا يشي نفس يعني انتي تقرر استراتيجية وتحاول تشوف حلول وتلقى معناها تكون في وسط الإدارة هو معناها في هالشركات هذو ما لتاخذ صفقات العمية معناها فساد مبالغ فيه معنى معنى لا كوروبشون ارجيان سيستيم فاهمني دوك ما تنجي مش هذي بتزمسي أول حاجة الحرب على الفساد راي رقم واحد بش نجم تبني انتو مزوز مهدي وماروين وين معاكم في هذي اللي الحل في الانضباط وشعار المؤثر العسكري هو الانضباط قبل كل شي ما تتدخل انتي المستشفى العسكري في تونس ولا في اي في 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 سفيقس لا سنسوري هذي ستة من الناس في اي مستشفى اخر تو يدخلوا عشر في المستشفى عديت اكزامبل بانار ما تتماعوش علاقة بالصحة انبوسيبل في المستشفى العسكري هذي ومشي المستشفى اخر خمسي وعلى وصاعات تعطي حتى خمساليف بيش تتلع فيها اللي نتيح همبان اللي نقتل طبيع الانضباط احنا علش برقوى سمارش في الوبيتال ميليتير ويسا مارش بقاير كيفيش نعمل انا 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 في الضحك اللي انتي مش متفقة معايا او اراو لا شوف مناش مش نختلفه في قيمة الانضباط اي كمان غيذي مع انت على دي سيبلين هذي اي اذا اراو اراو اشوف انا لو كان المشكل مرتبط بالاشخاص لكان حل من الحلول هو تغيير ذات تلك الاشخاص هكا اقول لي هي وقتها ما انا معدش معدش عان عشرات السنوات ونحنا نعاني وفي ناس المشاكل سي ستي سالو بخوبلاب انا زادا باهي الانضباط وبيهي وانو بتبع الجيش مع كل الاكبار والتقدير لمختلف الادوار اللي قوم باها وهذا موجود ويلزم يكون فما نوع من العقلية وفما نوع من العقيدة اللي ماذا بينا يكون موجود في مختلف اجهزة الدولة ولكن نراو ما لازمناش زادها انتيحوا في الفخ متاع لاغبخ كيكاش لفوغي المستشفى المستشفى العسكري كيفاش يصير تمويله كيفاش يصير هل في علاقة بالكنام وبالصناديق الاجتماعية مثلا وقتها انا نتصور اذا كان الساعة نبداو السبيطارات بتاعتونس تتحل مشاكلها متاع التمويل نكونو دي جا عمل نختيو كي نبداو وقتها اللي الفامو اسسنسور هذية كي نبدا انا كاسبيطار ما لازمناش نتعدى بمنظومة الاشيراء العمومي ونعم التونيبس وموان دي زون ومبعد في بالك في آخر في الأيامات الأخيرة هذية فما صار لقاء متاع الصرفين العموميين المشاريع العمومية المعطلة السبب الأول ما فهمش ناس تشارك في بكل بساطة على خاطر انا كشركة خاصة نعمل في معين ما نحبش نخدم مع الدولة على خاطر تعقيدات الإدارية على خاطر تاخد برشا وقت على خاطر انا نشارك في مرشي اليوم بصوم ومبعد المرشي ستة شهور ما بعد اللي تبدلت فيه لسوية من الكل مش كوني هز هالخسارة ذي معانت هذو ما فهمه برشا لازم العمل عليها وخدمت عليهم رغم الدولة إن ياباك أوكي الانضباط ذي كيزم يكون قاعدة في الكل مم ما يزم هش تولي السولوش رابيط أني أنا نجيب البيسين الهجنين همتاع بالنبت وأيضا زادة معانتها من 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 تحوش زادة في هاك القراءة السهلة اللي عملوها برشا عباد متاع آه شفت كيف هاش كيتلهاباها الجيش الجيش رو يخدم بطريقة أخرى بقوانين أخرى بتسهيلات أخرى رو ماهوش الجهاز الإداري متاع الدولة اللي عنا سنين ونحن نقوله ويلزمو يخفو ويلزمو يتبدل ويلزمو كذا بش يولي عنده لمام فليكسيبليتي ونفس بما أنك تحكي عن المشاريع العمومية ماروين وزير التجهيز البارح كان يعني نقرأ العنوان تدعو إلى التسريع في نسق أشغال المشاريع العمومية وإتمامها في الأجير وبالجودة المطلوبة وقالت لابد من احترام الأجير ودعات الوزير لتنبيه كيفة المقاولات المكلفة بالإنجاز للتسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات وتدبير لإتمامها في الأجير المحدة بالجودة والمواصفات هذي البارح كانت أشرفت على شرف تعمل في الوزر أي بو سي بو تان تيتخ أي بيش بيش بنا فلوس وبنا المقاول مثلا يخلص كل شيء من عنده ويعمل يعطي بروجيك اليوم ما ومبعد يخلص من عند الدولة كمقاولة مقاولة وعن اتفاق أبرى منه وانتي قتل يراو المشروع هذي بيشيك من النهار 30 في الشهر إيزما كانت تكون توفي بيعني وعودك باهي برش ممتاز جدا تبدل سوم السيمان فكل العام ولكل عامين ولكل 3 سنين نمتع مدة الأشغال ما تفاهمين فيها شنو نعمل نعملو مراجعة نعملو مراجعة هذك فيه هذك فيه بروسيدور لحظة بالك لحظة بالك لحظة بالك يتأخر على خاطر فهمة بروسيدور لا لا مروين يمشي فيها مزور بروسيدور تيمشي على الراحل ينهو بدفعات خيرا موس كيف سلمان تعشي كيف هبش نواص لحظة بعد الفاصل حتوا بوز يا جماعة بعد الفاصل رجاني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 أنها تقدم الخدمة في الوقت المعهود. عليش خطر رجعنا للاجتماع اللي سأل برح ترأسيت ووزيرة التجهيز واللي دعاة كل الأطراف المداخلة أنها تسرع في نسق أشغال المشاريع العمومية الكبرى وتكون في الأجال والجودة المطلوبة ماروين. شوف هو موضوعي طول فيه الحديث ولكن هنا عندي دليل قاطعة في المسألة هذه. وقت اللي الدولة قررت أنه عندها مشاريع ولي هي حجبه يا وكنا حيينها لهنا. وقت اللي دولة دولة قررت اللي هي عندها مشاريع عمومية ذات أولوية بدلت على مستوى التعامل والإجراءات جملة من النقاط اللي هي المشاكل اللي نحكي بعدها طبعا. آآ في في كيفاش يتم آآ يتعطى المرشي. في مسألة الموانديزان في عملة منشور موجود دايور في موجود في الرايد الرسمي. في في ما يخص المشاريع العمومية ذات الأولوية. آآ وكنا وقتها قلنا عليش مش المشاريع العمومية كل. مهما يكون الحجم متاحها. عليش ما نطبقوش عليها الإجراءات هذي. الدولة وقت اللي قالت وفهمت اللي هي راه وفما حويش مهمة جدا وما تستنياش. مش هتذلت كل الصعوبات. نعم. فهذا يبين وانه الدولة تعرف مليح وين سابلك. البرح وزير املك الدولة يجتمع بلجنة المسادرة هو موضوع نفسي. ميديا اكسبريس. إذن البرح وزير املك الدولة اجتمع برئيس لجنة المسادرة وكل أعضاء اللجنة. وفي هذا الاجتماع تم عرض نشاط اللجنة منذ احداثها مهدي ماروين. يعني في مارس الفين واحداش. رجعوا. معنى دون مانيار غي تخو اكتيف للانشاء هذي اللجنة. وجايوا قالوا ايسي ديه. ايجا نعرفو نعملو جرد لكل املك المسادرة اللي متنوحنا عنا حتى القائمة كاملة والتقرير الكامل. وسؤلنا اليوم هل نحن آآ يعني سناشهد تغيير في طريقة العمل. هل نحن نشهد يعني انه هذا الملف مش تم التعامل معه بكل سرعة ويزي من هذا الملف اللي كنا حكينا عليه رو منذ يومين. وخصص له رئيس الحكومة مجلس وزيري بعد ما آآ اجتمع مع رئيس الجمهورية مهدي. وهذا المطلوب راو ايجا نقول لك اللي صار عريش انا بكري في القدوة اللي امتيح حبيت نطير الموضوع باش نعملو به معناها نحضروا به الموضوع اللي نحكيو فيه توراه و اللي صار فيه منذ الفين واحداشي. لا حدود الفين وتسعتاش على القديلة كان تلاعب كامل بمملك الدولة ومن جميع الاطراف. قيادات حزبية في النهضة في النيدية في احزاب اخر على سامينة في اي حزب اخر حتى اللي اه من من حبش نشير له هو فمشكون موقوف توا على ذمة قضية في في الاتجاه هذي في تلاعب بياس املك المصادر. يعني كان معناها كان عبارة هو وقطعة من مرتبات تقاسمتها الاحزاب النافذة في الحكم في الفترة هذيك. سواء الممتلكات هذي يخذوها اللي قيادات معينة باسعار زهيدة وتلاعبوا فيه. سواء بتعيين اه الاشخاص الموانين لهم على رأس الشركات اللي هذي. سواء بهالكرام القابل هذي في حد ذاتها زادة اللي كانت معناها تشوف اللي الناس اللي تخدم فيها ولتارات والعوان وغيره. يعني كان ميلف هو في عوض ما استرجاع اموال تحت عنوان انها منهوبة للحال الشعب التونسي صارت هي معناها للموال هذي ما نحيناها للترابل سي خيعتينيها للترابل سي اش ضد. هكا صار بالضبط معناه. باش مديوش نبالغو معناه. فاك الزخامة الثوري لانو هات نشوفوا شو ليصار فيهم لمليك هذو مبيه. خربوهم تخريبوا منهج. خليوهم معناها بعض المؤسسات باش توقع ديما فما شريك اسمها القيرام القابضة هي توقع ديما تخدم بتحت هلا المعطيات هذية وتتمطعوا بالامتيازات اللي قاعدين يخذوا فيها. مليك اخرى تعطاها تشير مزور انا تحدث لك وها باش كون معك واضح. معناها فما اربعة بورتمانيات في في دي اسمي الحمامات. كانوا على ذمة بالحسن ترابلسي. البرتمانيات هذوما يعني كانت قيمتهم التسويقية معناه في في نزل هو من نزل كان فما اربعة بورتمانيات على ذمة بالحسن ترابلسي. اه صادرتهم الدولة فاك اللجنة هذيكة وتحطوا للبيع في في وقتها مزلت قيمتها العقارية تسوي حاجة كبيرة. جاوا جماعة قياديين في حزب النيداء والنهضة. الفين وثلاثتاش فين وبرعتاش حاجك من هاكة. واتفقوا بعد معاينه جاوا ومشيوا وعملوا وقهيوا من بعضهم فيهم حتى وزير توفق. الله يرحمه والله يسامحه اللي اللي هو كان فهمني ما شعلينا فيه. وواحد في السجن طو. فهمني كان هو موش قيادي لكن كان معروف وشخصيا نابدا ياسر ورجل اعمال ومعاها زوز وزارة اخرين والكلاثة. بعد معاينه هل هل العقار قاعدوا اتفقوا على سعر حد قدنا قالوا بشو حطوا مليون او فلاقصة مليون ومية المتر مربع اللي هو يسوي ثلاثة عملية. تخيل انت يا معناها موش الثلاثة السوق. وكان الاتفاق بناتهم جاوا واحد رجل اعمال اخر سمع انها المملكة هلية فيها. عملوا الاستيماسيون جايبين اكسبير حط الزوز مليون وثلاثة مية. يعني فرق كبير بين الهولي حط هو حط مهم. ودون علم جميع هدو ما كي جاي ولو حلو في الظروف يلقاوا السيدات يكتر منه. فما واحد فهمني ما عروف رجل اعمال نافذ هبلو ناس كيفيرس وقفوا له هالصفقة وعطلوه. ومبعد اللي تلاعبوا بالورقة هي كانت قيمتها زوز مليار دوية وستمية الارب عبر تمانية ردوهم لو ستع وشي مليار زيد وصفر بالغالط وتعطل في القباضة كي بشي مش يخلص العشرة بالمية. قالوا له لي راي مش متاع زوز مليار دوية مية راي متاع ستا عشرين مليون. وصار فيها مسارك العملية وعطلوه مشي للقضاء وقعدت سنوات في القضاء وعايت الورا ومشي وكلك هما تلاعب وعايت الواحد من هما ذهما رجال اعمال اللي حابوا يخلوه ببخس الاثمان. قالوا هزبر تمان وخلي ثلاثة. وبعد ترش كيفيش اخوذ مليار ربحك واخرج منها العملية. بش تفهمي بش تفهم كيفيش وصلت المرحلة ديك. ووجاه وزير قالوا وراء ما غير ما تكسرتك ما كيف تاخدها. ولكن السيدة دا يتمسك اي كان نجم هو معناها يدخل معهم في الصفقة هذي وياخذ مليار ويخرج. لكن اللي هتا مسك او مشي القضاء وقعت عشرة سنين ويتيجري في القضاء. ويلا حدود ساعد. عشرة سنين. هي هي. ويلا حدود ساعة هذي مزلت في القضاء. بش تفهم انتي التلاعب. واحد اخر شريع عقار معناها. شريع عقار على ملك الاملاك المتابع على ملك المصادر. شريع بستة مئة مليون بعد بشهري. بيعوا بثلاثة مليار دويت. بش تفهم قدش طيحوا في الاسعار معناها. انا عطيتك فكرة دي بش تفهم التلاعب على مستوى شنو خاصة في اسعار تقييم الى قيمة. اشتاع رجي ولو الكراب شي عملي. نحو منو اقتايع مهمة. يخبيوها. يجي انتي يجي باكسبير يقول القطعة دي. مثل مايش. لو كنتي يخليت اخليتهم بوني تام. يعني هنالتحال التحقيق. وباحثش كيفاش نحاط القطعة دي. وشكون اللي دي مسؤول على تأمين السيارات هذوم. ياخذوها بأرخص لثمين. وبعد ما تخرج من الغاية تعود ترجع للقطع. فهمت شنو حجم الخراب والفساد. وشكون يتمتعو به. الاحزاب السياسية الكبار اللي كانت تحكم وليو اطرافهم واصدقائهم ورجال اعمال اللي تابعينهم. هذي هو مش كين كان معانيها ان قاتوا بارتاجين انتر سي برسون لا. كا هو. امامنا تقرير حول نشاط اعمال اللجنة الوطنية المسادة لسنة الفين وثلاثة عشرين الفين واربعة وشرين. ذكروا النيس اللي يعني عمل باحكام مرسوم عدد تلوتاش لسنة الفين وحدش مؤرخ في اربعتاش مارس الفين وحدش. المتعلق بمسادرة اموال وممتلكات منقولة وعقرية كما يعني هذي تم تنقيحه المرسوم هذيه في واحد وثلاثين ميل في واحدش وتضمن مصادرة جميع الاموال المنقولة والعقرية والحقوق المكتسبة بعد تاريخ سبعة نوفمبر سبعة وثمانين والراجعة للرئيس السابق وزوجته وبقيت الاشخاص المبينين بالقائمة اللي هذي حطوها وقتها وغيره ممن قد يثبت حصولهم على اموال منقولة وعقرية او حقوق جراء علاقتهم بأولئك الاشخاص. خليد حبيت انذكر شن هو مرسوم المسادرة وكان فما مروين الفين وثمانينمية وتسعة قرار مصادرة موضوع اموال منقولة وعقرية وحقوق لفائدة الدولة التونسية تعلقت بالاشخاص هذيه. والقائمة هذيه اللي امامنا فما مثلا في شهر ميل الفين وعشرين جاء القرار هذيه فما مثلا سبعمين ستاش عقار ما بين عقار مساجل وغير مساجل وذيه الاموال موضوع المسادة هي عقارات. فما الف وخمسة واربعين مساهمة في شركات. فما ثنين واربعين الف وسبعمية واربعين منقولات تتعلق بقصر سيدي ذريف. مجموعة هامة من المنقولات تتعلق بقصور ومحلات السكنة ومحلات تجارية وشركات تمت مصادرتها. مجموعة هامة من قطاع نقدية ذهبية مرفوعة من قصر سيدي ذريف. اربعين ومية وثلاثة وثمانين ميدالية ذهبية وفضية مرفوعة من قصر رئيسي بي قرتاج. والمجموعة مية وخمسين قرار مصادرة الاخ 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 الاخ. وتعونا عطيكم الارقام هذي مروين. هو عملية المصادرة في حد ذاتها كانت في نوع من المهجة الثورية. اه واللي حتى هي فيها برشة ما فيها برشة ما يتقال على المستوى القانوني والمستوى القضائي. لانه فما صاروا ديروكور بطبيعة الحال ومما زاد عقد الوضعية. هو اه شوف اه فما حاشتين يظهروا لي مهمين في في الملف هذي. الحاجة اللولانية هو انه وقت اللي نعملو جرد لي ما تبقى من هاته الاملاك المصادرة زادة. الجرد يلزمو اه يذم اه يعني تقارير متاع خبراء حول القيمة. يعني كاس كوني سبير منهم الاملاك المصادرة هذي. يعني لازمنا بتبعا نعرفوا الليستة متاحهم وشنية. و اه قداش ناوين قداش ناوين ندخلوا منهم. وهذي والقراءة هذي والاستيماسيون هذي اه مهمة جدا لانها يزمها تكون قريبة من الواقع. اه ملازمش زادة يصير فيها تلاعب على المستوى بالمعنى الاجرامي للكلمة وملازمش زادة يكون فيها سورستيماسيون ولا سوزستيماسيون هذي هذي مرحلة مهمة. ما امليك اه انا متأكدة ما انت تخذيت بتريقة قانونية مش كل شي خرج القانون معنا ويمكن هذي اللي حب ويبرزوه. وهذي هذي جزتما مريم الملاحظة متاعك تهزني للنقطة الثانية اللي متاعها ما يلزم الناس تنسيو اللي نحنا اه كدولة بتبعا الحال النية تتجه نحو بيح الاملاك المصادرة هذي. ما لازمش ما لازمش يعني نحطه في اه في امخاخ الناس انه اه انه مصدر متاع مشاكل ومصدر متاع التتبعات ومصدر متاع اه. للأسف هو هذا التوشنو موجود في عقل الناس. بعد الفصل مروين نوصل معك. شكرا موصلين معاكم حتى الماضي ساعة ونص وفي علاقة بموضوع الاملاك المصادر اللي بارح كين في اه موضوع الاجتماع في اوزارة املاك الدولة مروين. كنت نقول وانه من المهم ايضا انه ما توليش عند هالما مسألة بيع الاملاك المصادر هذيه يرسخ عند الناس المتدخلين الكل وانها اه مصدر متاع تتبعات قضائية ومصدر متاع مشاكل ومدليه. انه في اخر الامر ما كش بش ناج متبيحة كدولة. اه وإلا بش ترسيلك تبيحة بش نقص في السوم ولا معاملات من النوع هذيه. على كل حال اه وقيت بش تدوسي هذيه كله يتسكر ويوفى ونكملوا منها حكاية الاملاك المصادر هذيه وبيحة وعملية بيحة ولجنة مصادرة وكرامة قابضة وكذلي انه هذيه كله راو مداخل متاع فساد في اخر الامر راو ذيك انطولوا في الانطولوا في البروسيدور وفي ادرك قداش من متدخل راو هذيه ابواب متاع فساد للأسر. فساد ولا صحوك ما في نهاية المطاف بعد من الفين واحداش لالفين واربو عشر ما صاروا حاجته صاروا. لكن الى الان ملف المصادرة مزل ما تروحوا فما هيئات مزلت موجودة كيما هي نوع من الهيئة هذيه آآ الكرامة القابضة وهذيك عليش انا مش نسألكم آآ على الهيئات اليوم ما ايه للهيئات تحدثنا على هائة النفاذ الى المعلومة اللي عندهم مشاكل فما نستخدم وما خلصتش اليوم هل نحن في حاجة الى كل هذي الهيئات هل نحن في حاجة الى جزء منها كيفاش يزم يكون تصورها هذي موضوعنا توت سويت بالاحسن. هيئات هيئات هيئة معها اين نذكروا في فترة ما كيفاش كان انت الهيئات محل زادك كما كان يقول ما دي بيع وشري ما بين الاحزاب وما بين اطراف ضد اطراف فانتي تاخذ الهيئة هذي وانا نعطيك الهيئة الاخرى ومش الكل فما هيئات قامت بالعمل متاحة بطريقة الحقيقة ممتازة فما هيئات لعبة عمل قامت بعمل سياسي ما عملتش العمل والهدف متاحة فما هيئات اليوم ما عادش موجودة بينما الهيئة في حد ذاتها يعني لاناتور دو تخضاي متاحة مهم برشا وفما هيئات بلحقيقة ما عادش نحن في حاجة اليها يمكن ترجع لرئيسة الحكومة نبدأ معاك مهدي تسألت علش عملوها اصلا وين ما اهلها طوان هيئات هذي دخلنا فيه ناس تخدم وضعيات معينة طوان لا تنجم انتي تعطيهم تقاعد لانو ما اداوش العدد سنوات الخدمة اللي يسمح بالتقاعد ولا تنجم تواصل معاها ولا هيئة نفاذي للمعلومة مثلا هيئة نفاذ المعلومة مشكلة اخرى معنيها وهل نحن زار جدل على هيئة منهط التعذيب مثلا اولي هي غير قانونية معناها وضعتها غير قانونية ولا هيئة شسمه متاع شوخي التبيب مكافحة الفساد وتبييذه معناها بطريقة اخرى هلأ ايه تذو مكان تتعمل على المقاس اولا معناها اهلية تشغيل ابناء واقارب العائلات العائلات القيادات السياسية في الحزاب الحاكمة ثانية حاجة كانت هيئة هي تخدم في الادوار عكس الادوار رويا خطنا سويل هل ترى نفاذي للمعلومة سيئة في تونس تهو المنحقك كلا مواطن تمشي تتقدم مطلب وتيختي قاعد تيخذه في المعطيات هاو عندي برشة امتلا امتلا امتاها رو مش صحيح ما فميش نفاذي المعلومة حقيقي وانو رو في حدوده بش يكون واضحين ما بعنا معناها حتى كي تحبل وزارة ساعة تاخذ اجراء وقت كبير وراهم بعد ما يتخذش المعلومة ان يتي طالبها كما يجب عنو تاخذ ممكن عشرين بالمئة من المعلومة وتقول لك يتعذر علينا ويعطيوك اجابات اخر وبالتالي يذوم هيئات سورية عاملة اقبل في منطق معناها بش نزينو كالمشهد الديمقراطي الكذاب اللي كل ما قلتك كنا كنا نعيشوا في ديمقراطية وامية نزينو فيها بشوية هيئات شوية ليجين شوية كذا واللي هذيك في نفس الوقت محابات للقيادات والاطراف السياسية اللي في الحكم او اللي قريبة من الحكم وكانت هذي ريعت من بينها مثلا ذا كونتش بتلك كيمال هيئة كرامة القابضة كيمال هيئة الحقيقة والكرامة معناه اللي هي ولت هذيك هيئة متاع بتي زيزرة بش مكونوا واضحين معناه هذي ما هيذي لا هيئات ما هي تعملت في عديد الدول اه تعملت لا فيتونس لا فيتونس لا ما كمانش بتعملت في المغرب بتعملت خاصة في جنوب افريقي ولكن مكانش فين سين بسدرين الخاطر معدوم سين بسدرين يا رئيسة هيئة ولا الاعضاء اللي معها هيئة لانو بش تفهم اللي هاي اذي مش نابع منا ليه ليه هاي اذي جاءت امبوزيك مع الناس اللي يجيون امبوزيك اللي روحوا في الطيارات وشدوا الحكم التصور متاحة ما يتماشيش معه ما هوش هو الغايات اللي تبعث بها هم من النواية اللي تبعث بها لهيئات هذه ما كانتش الغايات الحقيقية المقصود بها هي كانت يا اما ابتزاز سياسي كيما هيت الحك الكرامة للناس اللي كانت في السلطة في وقت بن عليه او كانت نافذة في وقت بن عليه وقع عملية ابتزاز سياسي كبير سامحني عامل ترابلسي ما هو عملوا معه ويحد خرجوا تكلموا اعتارفوا وين وصلت من اهلو هاي واشنو هو الاتفاق دي صار من بعد ما فهم حد شيء فهمت يوريك من بعد ما الله وعد ما صاروا بتزاي زي ما ترابلسي في اتار هذيك اعطاها فلوس في المقابل انه باشي يحاولوا يدخلوا له وانه ما نعرفوش فهمني على كل حال يسام بسدرين تاخذي لتحقيقات تو فما عندها شبهات فساة تحوم حاولها كتير وبالتالي هال هيئات هذه هي هيئات متاع كذب وتزوير هيئات متاع تزيين الديمقراطية الوهمية اللي كنا عايشين فيها والله وراز كل كل. والله لا فهم هيئة. ولله لا فهم هيئة عالقيرة اذا اعتلقى ستين بالمية بهين ويخدموا بحقيقة وفيهم اربعين بالمية يخدموا في الابتزاج وموو مو مو ما ادواش في الغاية تصحى متاع الهيئة تذي. شوف انا مرني ما نحبش اكدنا. دليل. فما هيئة. ونحصل حياتي جواله لوكوتي غوز دولابي انا شوفي كان لوكوتي غيال دولابي اللي حتحنا نشوفه لوكو تغيل. مش فما احنا هوني نلعب في دورة الملاك والشي دا. ليه سويا غياليس فما هيئة. مثلا. فمثلا الهيئة اه اللي ترأسها الاستاذ شوقي اه قديس اللي هي هيئة المعطية الشخصية. هي اكبر هيئة غالط. شو حيني كش مانيت. بليس بليه خليني سيك. عليش الهيئة. ما خاطر الهيئة ذيك شو ودورها شو ودور. كلكو شوز معانتها اللي هي تخلينا نحترمو الناس والذيت البشرية. فما الهيئة اللي ترأستها السيدة القاضية اه 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 العبيدي زيدي قامت بعمل اه اه اسمها للبخينو غاب عليها. الهيئة. الروضة العبيدي. اه زيدي كيف كيف قامت اه ايضا المكافحة الاتجار بالبشر. هاو قاعد يصير الاتجار بالبشر في اعلى مستوى اللي تعدينها بيه في الفترة اللي فاتت. انتعلى اللي يجيبوا فهم من مالي. وين هو دور هايئة. شوفوا. شوفوا. نحنا واضح. موقف الواضح. نحنا عنا صنعة في تونس. صارت من الفين وسبعتاش وحنا جايين. وينهم يجيبوا فهم من مالي ويتاجروا بهم. شي في تونس وشي سيحرقوا فهم. وينهم هذك مش تجار بالبشر هو. بذل مروين. اه نحنا بارك الله فيك سيما. الله يخليك. اه نحنا عنا صنعة في تونس. وحنا كي حاجة ما تمشيش معانا نحيو المبدأ. وحنا اللوح وكل. نحنا مشاتش معانا الديمقراطية مش نحنا غالطين. ديه الديمقراطية متصلحش. الديمقراطية هي بيدها ما غم يحكي فارغ. الهيئات مثلا اه موجودة في العالم كل. ادت دورها في العالم كل. جينا نطبقوا فيها في تونس. فما جينا بمشيه وجينا بممشيهش. وبالتالي نح علينا الهيئات جملة. ما هذي اه هو على كل حال التصور هذي هو التصور متع السلطة الحالية. ربي كانت اسمح خطوة ذكرت اه موقف عشناه الكل في علاقة بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص. كانت نذكره اه مدرس ترقيب. شكون الهيئة اللي ادخلت وشكون الهيئة اللي هي عملت عمل جبار في هذي هي هي هيئة اه الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والدخلت والبي شخصية الاستاذة روضة العبيدي لانه مهم زيدا مهديرا والاشخاص اللي على رأس الهيئة شكونهم فقط هو على كل حال المهجة الحالية والتصور الحالي التصور بتاع السلطة الحالية اه ما هوش تصور يعني نجم يتفعل معا وجود هيئات لانه السلطة الكلها يلزمها تكون عند الدولة ولزمها تكون حتى في في مستوى رئيس الجمهورية زيدا مش مش حتى الدولة اه ما هيئة فيَ اللي مجعولة مش يكون فهم نوع من التعديل مش كون فهم نوع من سخصية، زادة في مساء المعينة وفيه وفيه اشياء معينة مش يكون فهم يعناية خاصة بالمجالات اللي تتعمل عليهم الهيئات اللي من نوعا ذاية ولي ممكن الدولة ما عندهاش عليهم نظرة مستفيدة وحويش من النوع هذيه. آآ راو آآ حاجة مهمة. ما خليوش زاد الهيئات اللي اللي يصل حولنا مع انت في بعض المراحل منها على سبيل المثال هيئة الانتخابات. راو اذا كان نمشيه في في التصور هذي الكل. اي حتى هيئة الانتخابات مش لازم منها. مع انت ترجع وزارة الداخلية نظم الانتخابات. وهذا يا راو آآ اذا كان اذا كان نمشيه في قراءة اوسع لمسألة هل هل نوع منها. نحبش نستعمل كلمة السلطة المضاد على خطر سيباري المالكة. ولكن يكون فهم نوع من التعديل. في تصرف السلطة. راو حتى محكمة المحاسبات راي ايضا زادت راي تحاسب في مؤسسات بتاع الدولة وفي نشاط بتاع الدولة. المحكمة الدستورية كان شفناها في يوم من الايام راي حتى هي زادة آآ تندرج في الاطار هذايا. المجلس الاعلى القضاء ايضا. راو انت هي زمنة كونو آآ حذيرين في التناول متاع المسألة هذية. صحيح انو فما آآ هيئات تعاملت وزاغت تماما على الاهداف اللي آآ اللي كانت مسطرة لها. وتخل فيها ايضا ابتزاز وفساد من النوع هذية. ولكن كما يقولو راو فما صحيح صاروا تجاوزات صارت حويش ما مهاش في محلها. يتم تتبوحها ملح ملحقتها التدقيق فيها الاخرهي. ولكن راو مشكل الهيئات. لوحوش المبدأ الاساسي متاع الهيئات. هو الانتي لقى مروين ومهدي كيما قلنا عليش هي وليت محل ابتزاز لانو الهيئات هذية كانت آآ يعني صوتوا عليها واختيار اعضاءها كان في يعني باش نوري وزعمة فم الشفافية كاملة. ولكن هذيك كانت حاجة صورية. كل شيء كل شيء كان يصير في الكواليس. وهذا يقال ونعرفوه مش اشعات. انتي حط فلين وانتي حط فلتين وهذيك يعني شوفنا قامات اللي هو من المفروض يكونوا في هيئات ولكن للأسف لي استقلاليتهم وإلا لأنهم ما همش في في المود متاع الاحزاب اللي كانت تحكم وقتها تكونن بعضوه. وهذيك عليش بقينا رويح. وهذا تبدل من وقتها معنا. انا نحكي على الهيئات في وقتها نحكي على الهيئات في وقتها آآ مروين اليوم ما فاميش هيئات بالكل مش حتى نحكي شكون هم الاجخاص. وعا دونك سوئل يناك هل انو نحنو اليوم في حاجة الى متهذه الهيئات. انا نقول نحنو في حاجة في ما يخص انتوكا المجيل اللي احنا فيه في امس الحاجة الى هيئة تعديلية في آآ ميدان السامعي البصري. انره. ما يجب انو نحنو طبيعي. انو منو منو من العمل الزي مقراطي الطبيعي جريعو. المسألة تتجاوز كيما قلت بكري رو مسألة المسألة المبدأ. كيفاش نعملوهم في اي مجالات شنو الصلاحيات متاحهم. نحكيو فيها ذا كل. ولكن رو وجودهم يزم يكون موجود. هذه الهيئات انت ما ترا حتى هيئة مادية. ايه. كل ما حتيت في رغو الله هيئات كلها متاع بتزيز. شوف تنجح في دولة في العالم الا في تونس. هيئات كيما انا كنت عطيتك حقيقة والكرامة هي. شفت كيفاش انت انت عملت. ما انت مت ديبا عرفتك اللي بديبش عنه الكورسي. هو خارج الكورسي. هيئة تعديلية للسامع البصري. هيئة تعديلية. يلجي هني قتك تصور له. هيك الدنيا مسايبة. هيك الدنيا مسايبة. هيك الدنيا مسايبة تاو. ميزم نيش حتى على الاقل. ايه. انا قتلك تاو. هيك حالة مشكلة حنباعل ومشكلة الزيتونة ومشكلة نسمة. ممكن تتتوزن. وقت اللي نبي القروي مترشح والي نزلت عليها على خطر هو تابع الهايكاة تابعة طرف سياسي معينة كذلك. والحزبة ذاك انت فيو علي الظهور قانت هذه كمانية. للحديث بقية. ولكن نحن في حاجة الى هيئة تعديلية. نجيوش نحن تقيقة في هيئة متصراحة. في عبادة. ويعملها تابعة وزارة ثقافة. تابعة اي حاجة. ولكن نحن في حاجة الى هيئة تعديلية. لي على الاقل للسامع البصري. توت سويت صفية محاذر في نشرة كاملة الاخبار. آآ ماضي ساعة ونص بالضبط. مروين مهدي وكل شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.